اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الافضل ينطبخ بطنجرة الومنيوم او فونت بس مش طنجرة ستينلس عشان بصير الرز بلزق او الحليب بيحترق او انحاس اذا فيه طبعا تناجر انحاس طبعا هيدولي القدمة اشتركوا في القناة 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 هو طبع الوافز بس هلا أنا لأني عم بحميها شوي برجع بعدين بفتحها بفرجة كيف الصحن الثاني يلي هو بهيدا الشكل هيدا معمول خصوصي كرميل نعمل أملات فيها أملات منسكرها بتطلع مسكرها وفينا نحشية اشياء بتطلع very fluffy يعني بيتين هون بيتين هون لا هي بيتين بس بهون بس لأنه فوق وتحت تطلع very fluffy عرفت كيف تتسكر وتتفخ نحشية كيف نخلطها معهم نخلطها شو ما بدك فيك تحط جبنة هام شو ما بدك بقلبها تخلطهن تحطها وبتسكرها بتطلع مرة تانية بقلبها أنا عملتها كذا مرة مرة تانية على دورك أنت بنرجع بنعملها في هيدا البليت يلي هو المزيح العادي كرميل نعمل غريل عليه فينا نتحط ساندويتشيز بقلبه أو فينا نحط مثلا جيج لحمة شو ما بدنا إذا منحب الزيح يبين عليه فينا نفتحها هيك ساعتا لا لا هيدا بدك تتسكر لأنه فوق وقت تفتحها هيك هي واقفة ما بتنام لتحت عرفت؟ سو بدك تسكرها حتى تستوي مضبوط وتدور إكزاكي الثالث شكل الرابع شكل فليتو هو يلي فلات يعني إذا ما منحب الزيح مبينين عليها فينا نستعمل هاي فينا نستعملها للبيكن كمانا تحيل الشي بدنا نحمصه فيها عندي سؤال بينا عمل فيها كراب هيك مسلسل؟ برجع هايدي للكلب ساندويتش ليكش حلوة معمولة في هيدا زيح بالنص حتى تقسمها قسمين يعني وقتها بتخلص ما لك غير تشقفها هيك بلا ما تقصها بالسكير بتحطيها المربعة كلها سوا هون بتحطها السكوير وبنتسكرة من بعد ما تستوي على تسكير في هيدا زيح هون هو لوحدة بيقصهم تو تريانجل كتير مهضوم وفري براكتكل هون راح يقعو تانكيو برجع هيدا الصحن طبع الدوناتس فينا نعمل ميني دوناتس فيهم كتير حلوين وكتير صغار وبدئئة بيخلصوا اه اوكي اوكي جربنا من هذا جربنا قبل بمرة مضبوط بيجي معهم هيدا الرسيبي بوك يلي بيعطينا كتير رسيتات بقلبه كرميلنا ومثلا اذا للساندويتش بلايت بحط لك الرسيتات طبع الساندويتش بلايت للوافل بيعطيك رسيتات للوافل حميت حميت هلا هدي بدلت تحمى دقيقتين ماشي دقيقتين بس حتى ما تتأخر بالاستوى لانه هون ما عنا وقت سافشنت الرسات اختيها من الكتاب الرسات من الكتاب هلا هنا حطين فيها كمانة أوتس وهيك اشياء انا ما حطيت عملتها دا سيمبل وافل اللي حلو فيها جوزاف انه بدقيقة فيك تشيلة اول شي نونستيك بروف هي الكوتينج يعني ما بتتجروح وما بتلزق وبعدين بتخلص بدقيقة يعني بدل ما تقعد انت في كتير انا عيشدها في فوت السم مور بس اوكي في منن مش معمولين بطريقة انه ينقيم الوافل بلا ما يلزق ويتشخبر ويتكسر كله بهالطريقة مع هيد المكانة بدقيقة بتنقيم الوافل بري سيمبل هلا بدي حطة فور افيو منتس بعدين نرجع منطل عليها يعني شي خمسة ست دقايق خمسة دقايق طيب لكن احنا بنتقل لها غير ماشين مزبوط بدنا ننتقل على الواندر ماجيك يلي هي ماشين كرميل نقص اشياء بلا ما نستعمل السكين ونهري صبيعنا وضافيرنا ويتس باري سيمبل انت نايس تيوز هلا في هاي بيجي معها اول شي علبتين متل هولي اللي عم نشوفهم واحدة بحجم اكبر من التاني وبيجي معها شفرتين الشفرة الرفيعة يلي فينا نهرم فيها البصل والتون والشفرة الاكبر يلي متل ما هلق هايدي محطوطة هيك مبينة السايز الاكبر كرميل نهرم فينا نعمل فيها بطاطا خيار يلي بدنا حتى بطاطا للقلي يعني فيها نحط الراس اي 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 بري سمبل هلا انا مثلا فيني لانه محطوطة الشفرة العريدة رح استعمل الاشياء الكبيرة فيها بالاول ما قلنا غير نفوت العلبة بهالطريقة ونبرمها وهلا منحط شما بدنا المتلان انا رح حط البنادورة رح قوقف لاستحكم منسكرة بهالطريقة يحي ولا نجاويت ولا جوينا حالنا يحي بعدنا كلهم بيطلعوا بذات الكبر يعني إذا بدنا للطابول نقصهم إذا بدنا نستعملها مثلا إذا بدك نحط خيار يحني علقوا بقلبها لا خلاص ما في ضرورة فينا نحط خيارتين هون كم شفر فيها دميك تو ساتس اف بلايد واحدة أعرض من هيدة بتقصهم عريض وفي هديك البلايد الأرفع للبصل للبصل فينا هلأ هيدة كيف بهالطريقة منبرمة ومنقمة وفينا نسكرة حتى مثلا إذا بتعمل ريحة ونحطها بالبراد وقت اللي بدنا نستعملها منرجع من نستعملها هلأ في هيدة البلايد التاني يلي هي أرفع بدي أنا أحطها هون تم وصخ كتير سهلي على فكرة تفويتة الشفرات عليها ما قلنا غير نكبسهم بهالطريقة فاتت وهيدي البصلة الأصاص عند البصل هرمون أه مضبط يمكنوا طلعوا على الطاولة تبرمات هيدة أهم شيء ولا دموع بعد اليوم ولا دموع بعد اليوم هيدة السلوغن بيجنين فأزا بهالطريقة نحنا منكون قصينا فيها شو ما بدنا بلا منوصح حالنا ويدينا هونيك شو السعر هي المشاهدة هيدة كلها بثلاثة وثلاثين دولار نعم باري براكتكل وسعره كتير مدروس وفاري إفشونت يعني عن جد وقت منتعود علي من نستعمل غيره ما بعرف هونيك عم بتلع شيء هونيك عم بتفور بس أنا مرح أفتحها هلأ حتى تحمر حتى تحمر نحن بإندمين تنفينا نحكي عن الايرول اون اوكي الايرول اون هو جل بنستعمله كرام للعيون خصوصة لأنه العيون بيفضحوا كتير يعني إذا عنا سارن مش نيمين تعبنين أو في عنا تنفيخ تحت العيون هيدة الكرام معمول خصوصي يكرمي له نعم هلأ من شو معمول من فيتامينز بي و إي يلي هني بيستعملوا عندهم إفاكت أنتي أكسيدنت بيطلعوا كل التوكسنز من الوجه وخاصة فيه برسنتج كتير عالي من الكافيين ومن زيت الزيتون هلأ الكافيين معروف وقته بيستعمل برا مش عم نشربوه إلو إفاكت كتير منيحة للوجه وزيت الزيتون بيخلي البود دلة طرية يعني فيه كتير أوقات من حط كرام كونتور ديزيو بعد دقيقة بيشربو بيرجع بنحسو نشف وجعل وقت المنحط من هيدا بدل عندك الإفاكت أنه عيونك عم بيلمعو تحت عيونك ترايا بدل لك حسس أنه في إفاكت الزيت يلي فيه هلأ شفت هيدا الرأس جوزيف أول شي بدك تستعمله إيه خده شوي آه أوكي بدك تستعمله بطريقة سيركلر سيركلر خلي بسطة فرجع الكاميرا سيركلر موشن من برا لجوة يعني منبرم 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 تحت العين لحد ما نطلع لفوق كله بطريقة مبرومة هلأ نحن وعم نبروم هيدا عم بتطلع يحيي عم بتطلع الدواء يلي الكرام يلي بقلبه نعم طبعا شو مديكال بقلبه أكيد أكيد هي معمولة بهولندا وكله كله أبازد بلانت ما في شيء أبدا أبدا بيدر نستعملها مرتين بنهار على عيون ووجه أكيد نضيف على بكرة وعشية على وجه كمين؟ لأ أنه على عيون فوق وطحت العيون معمولة من شركة أرنج كير يلي هي شركة هولندية وكتير كتير بينفع خاصة وقتا عنا باش لأنه البوز معمول من حديد الحديد مع الكريم يلي هو مسقع بقلبه هيدا بيعطينا السوذينج إفاكت الإفاكت يلي يعني بتنفس الباش يلي مبينين تحت العيون هيدا شو سعرها؟ هيدا سعرها 24 دولار ولأنه عم نعملها بسركلر موشن عم بتمشي الدورة الدموية هيدا يلي بتأثر على سواد العيون أوقات وعلى التنفيخ يلي تحت عيون السرن والتنفيخ أوقات ما بنكون عم نمشي الدم مظبوط هيدا بتساعد كتير بعد فترة بالضغرة بيبين الإفاكت مظبوط لأنه البوش هي مشكلة كتير كبيرة لكله على مسترن كبير يعني شوية لأيتين من منهم بطل يستعملوها كله يعني العيون أصلا لازم دايما نحط لهم خليهم مستعملين رطبين ووال موستشرايز هيدا من بعد ما يخلص ضغرة بيكون بيين الإفاكت على العيون حتى من نصه هلأ بما أنه ما بقى عنا كتير وقت على إطفوق صار فينا نقيمة شي كتير مشهي شي كتير مشهي وكتير سهل أنه ينعمل انا كنت عتلين هم من قصة التنزيق أبدا معا بقلك هيدا نونستيك كوتينج لك شو حلوة شفت بقية سهولة نقيمه جزاف جايبت لك بس ليك بيضوي أنا عملتها كتير هلثي مرشيت ولا نقطة زبدة ولا نقطة زيت يعني فيك تكلها وتنبست فيها it's very healthy سعر البيك بوكس جريل 90 دولار ومثل ما قلت قبل أنه عنده عدة نفع استخدمات يعني شي للطبخ وشي للديزيرت متى يلي عملناهون وكل البروداكتس هولي يلي موجودين عالطاولة عنا هن معمولية خصوصة للتيفي شابينج موجودين فيهن يطلبوهن على الأرقام المبينة وعلى الويب سايت ومش موجودين بالصور نجح منذكير فإزان البيك بوكس جريل سعره بيك بوكس جريل سعره 90 دولار الايرول اون حقه 24 دولار والواندر ماجيك لتو 30 دولار واصلين بدون أي تكلفة إضافية عند مشاهدين تحصلوا عليهم بس من خلال عالم الصباح تصلوا على الأرقام اللي عم تمرو قدامكم على الشاشة ومثل ما شفتوا الوافلز يلي عملوا بالبيك بوكس جريل يلي هو بالفعل ماشين عجائبية أنا كنت متوقع أنه يجرع يلزقوا أو شيء أهلا وسهلا ثلاثة مع أغراض جديد بالنسبة للا تيفي شوكينج لكل مشاهدين وقفي بسيطة بعدها منعود أنا وياكم مع ضيفي بالستوديو راشد بوحصة لرئيس اسم الفنون الجميلة بجامعة الألئيو قليكم معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة